حذر المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتين كوبلر في مؤتمر صحفي عقده في مقر بعثة الأمم المتحدة بتونس حذر من تواصل انقسامات سياسية في ليبيا والتي ستساهم في تمدد التنظيمات المسلحة نحو الدول المجاورة وقال كوبلر إن جميع الدول تؤيد هذا الاتفاق عدى بعض القوى الليبية التي ينبغي التحاور معها لإقناعها بمراجعة موقفها لأن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة الليبية على حد تعبيره يجب على الحكومة والمجلس الرئاسي التواجد في طرابلس لكننا نواجه صعوبات على المستوى الأمني بسبب تمدد تنظيم الدولة الإسلامية لعدة مناطق بالنسبة للاتفاق الليبي فيبقى هو الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية ويجب تنفيذه بالكامل وفي حال تعديل بعض مواده كما يطالب البعض فهناك أليات منصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي تشير إلى أن أي تعديلات يجب أن تمر على مجلس النواب ومجلس الدولة